محمد الشناوي حرس مرمى النادي لالي كنتو عارفين ان هو اصيب في مباراة الزهاب امام التراجي التونسي بشد في عضلة السمانة لكن بعد ما رجع الى مصر اجراء اشعة دقيقة اظهرت وجود مزء بدرجة قليلة مزء بدرجة قليلة في عضلة السمانة عشان كده مش هالعب زي ما قطركم امبارح المباراة القادمة امام التراجي مباراة العودة مرسل كلر طلب من طبيب الفريق والمؤيد البدني وضع برنامج مخصص لتحضير محمد الشناوي في المرحلة القادمة وتكون بدايتها منح راحة لمدة ثلاثة ايام ثم برنامج تدريجي خاصة مع تحذير طبيب الفريق من اي حمل زائد في التدريبات قد يتسبب في طفاكم الاصابة طبيب طبيب النادي الاهلي قال ان محمد الشناوي قد يتعافى من اصابته بشكل كامل لكن بشرط الالتزام بالبرنامج التأهيلي كامل وبكل ده يتعافى بشكل كامل يؤسد بيها ما قبل المباراة النهائي ان شاء الله لا محمد الشناوي الفاش يغيب عن النهائي اه علي لطفي حارس محترم مصطفى شبير حارس محترم ولكن يابقى محمد الشناوي خبرات عظيمة وكبيرة فيغيب عن المباراة القادمة امام التراجي ماشي الحال لا اهل يعني بنسبة 99.9 من 10 ضمن الامور بتاعته من مباراة الذهاب فماشي الحال وعلي لطفي على فاجئة بالحراس اللي ما بتشارك بعد غياب بتبقى ثابتة وبتطالك ما فيش قلق عليه بس النهائي تحديدا لا خبرات كلها خبرات فهتلعب صندوينز هتلعب الوداد هتبقى محتاج محمد الشناوي ان شاء الله ربنا يعافيه ولو ما لحقش برضو ما فيش قلق صعب وكبير من علي لطفي حنا نتحدث عن الخبرات ولا لا نتحدث عن الإمكانيات الفنية نتحدث عن الخبرات وبالتأكيد الخبرات لصالح محمد الشناوي ترجمة نانسي قنقر